يا شايماء يا شايماء يا شايماء يا بنتي مش قادر اتكلم ايه ايه في ايه عايزة ايه ما تسبي يا بنت اللي في اديك ده قومي يا بنت اعمليلي كده كبية اي حاجة اشربها بعد الاكل يا سلام وندهالي عشان اقوم اعملي الكبية حاجة تشربيها ما تقومت اعمليها انت يا بنتي مش قادر اقوم اعمل حاجة اعمليلي حتى كبية ينسون بقولك اي حاجة عايزة تعمليها قوم اعمليها لنفسك حرام عليك يا بنتي حرام عليك بقولك ايه ما تقرفنيش في عشتي بقى انا بقى رفك يا شايماء اخصى عليكك اه بتقرفيني ويلا بقى اخد بعضك كده ويدخل اعملي لنفسك اللي انت عايزاه عشانها بصراحة بقى مش فاضية يا بنتنا تعبانة مش قادرة ايه ده فيه ايه ده يا بنتي ايه الجحود اللي انت فيه ده وعايز انت كمان يا استاذ محمود ما تشوف امك عايز ايه وتعملي هولا ما تروح يا خيه تعمل لها انت طالما انت قلبك عليها ولا هو ما فيش غير شايماء في البيت يا بنتي حرام عليك ده انت بنتها ما انتش واحدة غريبة طب و ايه يعني المشكلة لما كن بنتها انا تعبانة انا كمان ومش قادرة اخدم حد لو انت مش عجبك يا حبيبي ابهات خطبتك تخدمها ولا لما تتجوز بقى خلي مراتك هي اللي تعد تخدمها اهتشيل عني القرف اللي انا في ده ده انت انسانة جحدة بقولك ايه ما تصدعنيش وتوجع دماغي صعبانة عليك ام اعمل لها انت يا شيخ احرام عليك اعمل لها حاجة خليها تدعي لك دعوة حلوة تنفعك خلاص يا ابني بقى يا حبيبي عايز ايه بس يا امي وانا عملك اللي انت عيزا عايزة بس يا ابني اشرب حاجة ده في كبات ينسون ولا حاجة حاضر حاضر يا امي ما تزعلش نفسك عناية ليك هيعملك اللي انت عيزا الله يصلحي لك يا ابني روح يا ابني قلبي دعي لك استغفر الله العظيم يا رب الله يصلحي لك يا ابني يا رب وما تشوفش حاجة وحشة أرداً في حياتك يا قلب أمك منور يا محمود يا ابني ربنا يخليك يا عمي ده أنتوا منورين الدنيا والله وأخبارك يا ابني إيه وأهلك عاملين إيه الحمد لله والله يا عمي والدتي بيتسلم عليك كتير وكمان بيتسلم على نورة الله يسلمك سلمي عليها كتير وليلي بقى أخبار صور قد النوم اللي أنا بعتها لك ما هي الصورة اللي أنا بعتها لك دي هي اللي عجباني جميلة قوي حتى عجبت بابا جداً إن شاء الله صماعية كده يخلصوا الشقة وننزل كده يا عمي نشتريها إن شاء الله يا ابني بإذن الله طيب أنا هدخل بقى أعمل لكم أي حاجة تشربوها طيب قبل ما تعملي حاجة نشربها حماتك بتسلم عليك كتير الله يسلمها فبعد إذن يا عمي كده يعني الحاجة عزماكوا يوم الجمعة الجاية على الغدى عندنا عشان الحاجة برضو عايزة تشوفكم ما الأيام جاية كتير يا ابني ما تخليها وقت تاني ليه يا عمي خير البر عجلوا زي ما بيقولوا ده إحنا حتى نتشرف بزيارتكم ومالوا يا ابني أنا هدخل بعمل لكم حاجة تشربوها بقولك إيه يا ابني ما فيش أي حاجة نقصاك كل حاجة بفضل الله يا عمي برى الناسب وبرى الجواز وبرى أي حاجة يا ابني أنا عناية اللي اتنين ليك ده أنت غال علي قوي والله وإنت كمان يا عمي والله غال علي ربنا يعلم إيه اللي في القلوب ربنا يديم المعروف بس أنا عايز أقولك على حاجة نورة بنتي أمانة في القابتك دي في عناية دي تستاهل كل خير إيه يا أمي عاملة إيه الحمد لله يا ابني الحمد لله على السلامة الله يسلمك ما قلت ليش يا ابني عملت إيه طميني الحمد لله يا أمي نورة بتسلم عليك وأبوها كمان بيسلم عليك وأنا بعد إذنك كده يا أمي عزمتهم يوم الجمعة الجاية يجوا كده يقضوا اليوم معانا ويتغدوا معانا الله 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 إيه ده يا حبيبي إن شاء الله عزمت مين كده يا أخويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده إيه الدخلة لزي الزفت دي بقولك إيه عزمت مين كده عشان أنا ما سمعتش كويس عزمت خطبتك وأهلها ومين يا حبيبي إن شاء الله اللي هيخدم عليهم بس 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 مش عايز أسمع صوتك أنا هشتري أكل من بره جاهز مش عايزك تعمليلي حاجة آه يا أخويا اشتري أكل من بره ولا كل ما فكرني هخدم عليهم أنا مش خدمة يا حبيبي ربنا ما يحوجنا ليك يا شيخة أمين يا أخويا يا فاضية لحد يا ابني دي مش فاضية غير للموبايل اللي قاعد عليه بالليل وبالنهار خليها الموبايل ينفعها قولك إيه ما تتكلمش معايا تعرف يا أمي لو سبتيني عليها هقصر لها عدمها لا والله طب بقى جرب كده تقصر عدمي وشوف أنا هعمل فيك إيه عب يا بنتي عب اللي بتعملي ده ده خوكي أخويا أخويا ده إيه أنت الشايفة بيقول إيه وبيعمل إيه هوي أنا عشان أخويا بفكر أنه يعني لو حكم علي ويقوم يضربني يبقى حكم يا حبيبي اللي أنت هتجوزها ويجابها هنا والله العظيم له لو جود أمك لكدت أم تكسرتك يا شيخ روح سيبها يا ابني سيبها يا ابني ربنا يهديها أنا مش عاوز أغضبك ولا زعالك والله يا أمي لكن أنا لو مسكتها في أيدي أنت مش عارف أن هعمل فيها إيه يا ابني ده عايشة معي في الشقة ما بشوفهاش ولا أعرف عنها حاجة ده إنسانة جاهدة وكل يوم جو حود قلبها ده بيزيد ما عليش يا ابني ماينفعش كده ماينفعش تعالي صوتها علي حقك علي يا ابني ادعيلها ربنا يهديها عايزك بس كده تفرح وما تزعلش نفسك ونشوف نرتب إيه ونعمل إيه عشان الناس اللي هيجوا دون كلميها يا أمي تتعامل مع الناس كويس لما ييجوا مش عايزها تكسفنا وتحرجنا قدامهم زي عميالها لما بتعمل كل مرة كده مع أي حد بيجيلك هنا ربنا يسطر يا ابني عشان خطري عشان خطري كلميها مش عايزي وميها يحصل نصيبة طب اهدى كده يا ابني اهدى عن إذنك يا أمي ندخل جوه ربنا يهديك يا بنت على اللي انت بتعمليك فينا دهو رميان كدهو على طول ده انت حتى ما بتشوفنيش عايزة إيه ولا بتقولي لعملة إيه يا ماما تسلم إيدك يا ابني الأكل كان جميل قوي على إيه بس يا عمي هو أنت قالت حاجة إنت ولا نورا لا والله الأكل كان جميل جدا تسلم إيدك يا تنت قال لأ قولي لي بقى يا نورا انت على كده بقى بتعرف تطبخي اه طبعا أمال من يعني اللي بيعمل لبابا الأكل وبيعمله كل حاجة ترويق وتنظيف وغسيل وطبيق كل حاجة أنا اللي بعملها طب وانت بقى يا شايماء بتعرف تطبخي لا طبعا أنا ماليش في الكلام ده ليه كده ما تعرفيش تطبخي ليه بقولك إيه يا نورا ان شاء الله اليومين الجايين دول ننزل نشتري القوضة بتاعت النوم بقولك إيه يا شايماء معلش يا بنتي هتلي كباية ميا هو لازم يعني طيب ماشي معلش بقى يا جماعة أصلي شايماء أختي بتحب تهزر بتموت في الهزار معلش بقى إيه ده يعني هي كده بتهزر ريحتني يا ابني ده أنا بقول هي بتعمل كده ليه اتفضال الميا شكرا يا بنتي إيه ده إيه ده يا ماما اللي انت عملتي ده هو انت جبرت خلاص وخرفتي ما انتش قادرة تمسيك الكباية هو في حد يعمل كده فيه يا بنتي لسانك طويل كده ليه اللي حصل حصل إيه المشكلة يعني لما الكباية وقت على الأرض ما هي غرقت السجادة يا محمود ولا أنت مش شايفها طب يا حبيبتي ما زعليش نفسك أنا همسح لك السجادة بقولك إيه يا ستي هو أنا كلمتك إنتي أنا بكلم ماما خلاش بقى يا شايماء سكوتي حققوا علي يا جماعة ما تزعلوش حصل خير يا جماعة عودي عودي يا نورة معلش يا جماعة أصلا عندي رماطايد ما بعرفش أمسك الحاجة بإيدي ألف سلام عليك يا حج بس دي كباية ميا يعني يا شايماء ما حصلش حاجة كنت قلتلي يا حبيبتي وانا كنت مسحتها هنا أنا خلاص جبت كباية الميا يبقى هي تمسكها كويس بدل ما إيه مش قادرة تمسك الكباية يعني توقعها على الأرض اهدي يا بنت شوية ماحدش بيعمل والدك بالشكل ده والله لما دخلتش حضرتك في الكلام أنا بتكلم مع ماما قم يا بنتي إحنا شاكلنا كده ملناش مكان هنا قعد يا عمي عضي يا نورة لا يا ابني احنا ملناش مكان هنا هو إيه اللي ملكش مكان هنا هو إنت حد كلمك في حاجة هو إيه اللي فيه إيه هو إنت بحترم حد خالص ولا حتى بحترم وجودنا يعني احترم وجودكو يا عمي الحاج هو أنا حد كلمكو عيب عليك عيب اللي انت بتعمليه ده واللي بتعمليه مع اهلك ايه اللي تزوء بتاعتك دي ده انت معنديكيش زوء وجلياطة بقولك اي يا ابني كل شيء اسمه نصيب حقك علي يا عمي لا انا مش هقدر اأمن على بنتي مع واحدة زي دي في بيت واحد وكل شيء اسمه نصيب يا ابني وربنا يرزقك بواحدة احسن منها ويا اما تيجي تاخد الدهب بتاعك يا اما انا جيبهولك يا حج حقك علي انا ما تزعلش طب عشان خاطر والدتي يا حج انت على عيني وعلى راسي بس انا بنتي متربية تربية محترمة والبت دي شكلها قاعدة كده في قرابيسكو دي استحالة تتجوز من اللي هيجوز دي استغفر الله العظيم يا رب يلا يا بنتي نمشي من هنا يلا مع الف سلامة المركب اللي تودي بتحترمي نفسك بقى يا شيخ جرأي يا سي محمود انت هتعمل رجل قدامهم قلتلك اخراسي بقى بتضربني يا محمود بتضربني بميد ايدك علي عشان خطرتك خلاص يا ابني خلاص يا ابني عشان خطري خلاص يا ابني خلاص يا ابني سيبها انا مش عايز اسمع صوتك خالص عرم عليكو بقى فضحتونا اه يا محمود لازم اوريك شغلك وعرفك انا هعمل ايه يلا يلا يا بابا نمشي من هنا دي اختك دي متوحشة يا عم اعود اعود انت ونورة لا هنمشي يلا يا عم سيبني انا ماشي يلا يا بنتي عجبك كده عجبك كده يما اللي بنتك عملته استغفر الله العظيم يا رب منك لله يا شايماء شكلها فعلا هتقعد في قرابزنا مهيش هتتجوز مين اللي هتجوز النصيبة السودة دي يما انا كنت مناسب ناس محترمين وعارفين ربنا ومتدينين اللي هي عملته ده كسفتني وحرجتني وخلت وشي في الارض طب عمل فيها ايه بس يا ابني قولي انا بقى دلوقتي بقيت بالنسبة لهم ايه شكل بقى ايه حقك علي انا يا ابني بنتك زايدة عن حدها وانا سكيتلها كتير قوي ضيعت البنت اللي بحبها من ايدي ده ابوها رجل محترم منك لله يا شايماء اعمل اكتر من كده قسب لها البيت وامش عشان ترتاح لا حول ولا قوة إلا بالله منك لله يا شايماء نورة يا بنتي مش عايزك تزعلم من اللي حصل انا يا بنتي خايف عليك وقلبي عليك انا مليش غيرك في الدنيا وعمري بها بقى مستريح ومطمن وانت قاعدة مع الحرباية دي في مكان واحد بس يا بابا محمود انسان كويس جدا وامه كمان ست كويسة انا ملي بها هي يا بنتي انت شفتيها عملت ايه مع امها وشفتي عملت ايه مع اخوها دي ما احترمتش حد خالص طب الحل ايه بس يا بابا هنهد كل حاجة بعد ما جبنا الشقة وكل حاجة ربنا يبعتلك واحد احسن منه انا عارف ان هو انسان كويس يا بنتينا لو عشتلك النهاردة مش هعيش لك بكرة وانت رأيكو ايه اعمل ايه يا جماعة ارجع لخطيبي ولا اسيب عشان خاطر اخته اللي مش هعرف ايش معاها دي اديكو كلكو شفتوها هي عملت ايه لو انا رحت واتجوزت واعدت عندهم هتعملني كده برده ومش هبقى مرتاحة وفي نفس الوقت زعلان عشان خطيبي راجل كويس جدا ما يتعوضش اعمل ايه بس قولولي هستنى رأيكم وردكم في التعليقات